ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ننتقل إلى النمط الثاني من تعريفات القيادة وهو التعريف عند علماء الإدارة بالرغم من تعدد التعريف الخاصة بالقيادة لأن العلماء والبحثين لم يستقروا على تعريف واحد جامع شامل لمفهوم كلمة القيادة ولكن مع تعدد التعريفات إلا أنها فيها تشابه ملحوظ بين التعريف والتعريف الآخر وبيرجع اختلاف التعريفات وتعددها إلى اختلاف وجهات نظر العلماء في بحث القيادة وفي بحث تطبيقات القيادة نبدأ ناخد مع بعض بعض تعريفات القيادة حسب وجهة نظر علماء الإدارة عرف القيادة ليونارد وايت عام 1962 أن هي القيام بالقيادة والتوجيه وتنصيق ورقابة أعمال الآخرين في الإدارة وبعده عرفها أرتوي تيد سنة 1963 أن هي الجهد والعمل اللي يبذلوا الشخص للتأثير في الناس وجعلهم يتعاونوا لتحقيق هدف يرغبوا في تحقيقه وعام 1974 عرف ستوكديل القيادة على أنها عملية التأثير في نشاط مجموعة منظمة تجاه هدف معين نكمل معا تعريفات القيادة حسب وجهة نظر علماء الإدارة عام 1981 عرف ليكرة القيادة على أن هي قدرة في التأثير على الشخص أو مجموعة الأفراد وتوجيههم من أجل كسب تعاونهم وتحفيزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاءة في سبيل تحقيق الأهداف في العام 1997 عرف بينز القيادة على أنها الركيزة التي يتم عليها التوازن بين حاجات الفرض والمنظمة التي يعمل بها ننتقد إلى التعريفات الخاصة بالقيادة حسب وجهة نظر مديرين الشركات ونبدأ مع التعريف الأول اللي يقول أسليب القيادة تختلف ولكن بشكل عام القادة الجيدون يجعلوا الناس يقوموا بالإنجاز أكثر مما كانوا سيفعلوا في أحوال أخرى القادة الأكثر فعالية يمكنهم القيام بذلك ليس من خلال الخوف من اللقب ولكن من خلال بناء توافق في الآراء حول هدف مشترك وده التعريف الخاص بتوم ماذن ده الرئيس التنفيذي لشركة الشحن العالمية وزي ما احنا شايفين أن توم في التعريف ده بيتكلم أو بيأكد على نقطة أن أسليب القيادة تختلف أن فيه كذا أسلوب من أسليب القيادة لكنه بشكل عام أن القائد الجيد هو اللي بيقدر أنه هو يخلي الناس أو يجعل الناس في إدارته أو في مكانه أو في مؤسسته بتقوم بإنجازات أفضل بإنجازات أكثر من اللي كان حيقوموا بيها في أي وقت آخر وبيأكد أن الموضوع ده ما بيتمش من خلال الخوف ما بيتمش من خلال الخوف بس بيتم من خلال التوافق في الآراء حول هدف مشترك في الوقت أنه هو أوقات يتم من خلال الخوف ولكن النتائج بتكون مختلفة وده حنشوفه في الأجزاء اللي جاي إن شاء الله التعريف التاني هو تعريف اللي أستاذ عبد الله بن صالح جمعة وده كان الرئيس السابق لشركة أرامك السعودية وزي ما احنا شايفين في التعريف هو بيقول أن هي تلك المهارات الناعمة التي تمكنكم من التعامل مع البشر والوصول إليهم لكي يستوعبوا اهتمام وظروف وأهداف الإدارة والعمل على تحقيقها بعد الإطلاع على كل هذه التعريفات للقيادة أعتقد أنه أصبح واضح لكم الآن أن كل تعريفات القيادة تقريبا متشابهة تقريبا متشابهة مع وجود اختلافات بسيطة اختلاف بسيط من التعريف الآخر ولكن كلها بتدور في فلك واحد وهو قائد بيقوم بقيادة مجموعة من البشر من أجل تحقيق الأهداف ده ملخص القيادة هو عبارة عن وجود القائد مع مجموعة من البشر بيوجههم بيقودهم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بالتوضيح الكامل للقيادة نكون انتهينا من المحاضرة الأولى في المساق المحاضرة كزمن هي وقتها قليل لكن هي فيها كمية معلومات كتير فيها تعريفات كبيرة ان شاء الله المحاضرات الجاية بإذن الله وقتها ممكن يكون أطول من كده شكرا لمتابعتكم أهلا وسهلا بأسكليتكم واستفساراتكم ونلتقي المحاضرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته